موسيقى حياكم الله في برنامج ليالي لكويت وحلقة يديدة تجمعنا معاكم عبر شاشة تلفزيون لكويت في ليلة راح يزينها الطرب والغناوي كل خميس عودناكم أن تكون الليلة طربية واتيوز لكم إن شاء الله أمسي بالخير على زميلتي زينب شونج زينب خير الحمد لله مساء النور لولو شونج الحمد لله حبيبتي حبيبتي أمسي عليك وأمسي على جمهورنا طبعا وكل من يتابعنا داخل وخارج الكويت وطبعا كما عودناكم أن ليلتنا اليوم ليلة غنائية وإن شاء الله تستمتعون ويانا إن شاء الله وأكيد لغاني راح تكون منوعة وإن شاء الله راح تنال على إعجاب كل المشاهدين في ليالي الكويت ونذكر مشاهديننا اللي قاعد يتابعونا من الكويت وداخل الكويت وخارج الكويت ناس ويد مسافرة صحيح بس تتابعنا عبر الأبليكيشن إنه يشاركوننا على هاشتاغ ليالي الكويت مو على تويتر على أكس صحيح أو أكس لا والله لا يحيد كلنا ما عرفت تويتر أكس الحين لازم نحفظ الحين مسي بهالصوت الحلو الفنان النجم اللي معاننا الليلة ياهلو مرحبا فيك الفنان خالد رويشد وش هالبداع بالغنية الأولى؟ أول أمرك سلمة شخليك أنا شعيد جدا متواجد بتلفزيون الكويت بتلفزيون الجميع أنا أعتبره وبوجود أختلول واخت مشاعر والأخوان الموجودين الكاس كله موجود والموسيقيين وأتشرف أني أكون معاكم بالليلة هذه الجميلة إن شاء الله نكون حياك الله خفاف ولطاف ونسمع الناس اليوم خميس الناس تستانس إن شاء الله إن شاء الله خالد طبعا بالفداية باللقاء حابين أن نعرف لنا ما شاء الله أنت تغيب فترة وترد لنا فترة بظهور الإعلامي نفس اللقات التلفزيونية أو الصحفية أنا أغيب بحكم شغلي بس موجود بالسحر باللقاءات ما أطلع إلا ما يكون عندي شيء بقوله أو يكون لقاء حلو مثل هذا برنامجكم الجميل أطلع بالعكس يشرفني أني أكون موجود لكن فيه أشياء ما تفيدني أنا ولا تفيد المشاهد ما أطلع فيها من التلفزيون الكويت من يقول لا أكيد يعني أكيد أفزون الكويت يحتضن الجميع ويحتضن أكيد الأصوات الجميلة اللي مثلك ما شاء الله عليك تمتلك حس فني جميل جدا أولا ولاحظنا هالشي والتمسنا وموهبتك صراحة استثنائية لكن شلون تقدر كفنان أنك تنمي هذه الموهبة خاصة نعرفها أنك تميل التلحين أكثر والله أنا التلحين كان بدايتي بديت فيه وحبيته اليوم أستخدمه في شغلي أنا وسعت ألحن أشياء حق ناس تانية لكن في شغلي أنا أكثر شي أستخدمه أما أنمي المواهب هذا بالحفلات بالأعراس بالجلسات أكتسب خبرة وأحاول أطور من نفسي ولازم نتعلم يعني لازم نتعلم أكيد الفنان طول مسيرتها يتعلم لكن مع بداية مشوارك ودخولك لعالم الغناء تعاونت مع كوكبة من الرواد والنجوم الكلمة واللحن أمثال عملك مع الملحن الراحد محمد الرويشد والشاعر الغناء القدير بدر بورسلي وأحمد الشرقاوي وغيرهم من الأسامي الكبيرة إذا بيسألك شنو تعلمت واكتسبت من هالنجوم اللي تعاونت معاهم هذه اللي يعني العم الله يرحمه محمد وعمي بدر بورسلي والنخبة الكبيرة الموجودة حاليا واللي راحوا ويعني تشرفت إني كنت موجود وشفتهم يعني أغلبهم يعلمون بالبداية الالتزام ويعلمونا بنفس الوقت شلون ننتقي الأغاني وشلون ننتقي الكلمة وشلون ننتقي اللحن وبنفس الوقت علمونا الباقة هذين الناس يعني ضافوا لي وضافوا حق غيري الكثير وطلعوا النجوم اليوم بالساحة الفنية من الدرجة الأولى وأتمنى يعني أني أنا أتعاون معاهم يكون زين لي بالنسبة لي أنا أني أتعاون معاهم يتسجل يتسجل لي اسم أي شخص من الكبار اللي أنا تعاملت معاهم ونكبر مع الشباب اللي اشتغلنا معاهم بالعكس هذا شيء وايد يشرف حلوة هذه الروح الفنية صراحة يعني نلتمسها عند معظم الفنانين الناجحين أول أمرت سلمت خالد في صراحة تعاونك مع نجوم من الشعراء والملحنين بعض ممكن يقول أن هذا سهل دربك طريجك لأنه طبعا في علاقة قوية مع الوالد الفنان القادير عبدالله رويشد طبعا وجه له تحية طب العمرت هل تحس أنه لأنه من علاقتك للوالد هالشي سهلك طريجك؟ شوف يا أختي أولا هذي لفنانين كبار صحيح وإذا مو مقتنعين ما رح يشتغلون هذا هو أحد أثنين مثلا أعطيتش مثال كان عمي الله يغفر له إلحن أغنية لي من كلام عمي بدر بروسلي تلحن الغنية ثلاث مرت لما وافق عليها عمي بدر أنا أغنيتها فأكيد أخذ برايهم صح يعني مكانت والدي وحكم أني أنا قريب أعتبر واحد من عيالهم نعم ساعدوني كلهم كلهم ساعدوني ولو أروح أقل أي أحد ما أحد رح يردني بس مو بس أنا كل الناس أي واحد يطيق باب اليوم فنان كبير من هالشعراء أو الملحنين أو الموزعين اللي موجودين بالسوق يطيق بابه صدقيني ما حدا رح يقوله لا رح يقدموا لكل التسهيلات وبالعكس هم أناس يحبون يطلعون الوجوه الجديدة ويحبون يكتشفون الناس ويحبون يساعدون بكثر ما يقدرون من طاقة وهذا شيء وايد جميل اللاقيه بالكويت يمكن ما اللاقيه بمكان ثاني صحيح سمعنا يمكن زينب البروفات قبل الهوى أغاني من العيار الثقيل يعني أغاني جميل أغاني حلوة أمحضرها لنا وحق المشاهدين وحق كل من يحبك ومعجب فيك ومعجب في صوتك وحضورك الليلة معنا في ليالي الكويت شو نودك تسمعنا والله نسمعكم شيء حق عبد المجيد نسمع عبد المجيد هادي فلا المجيد يعني عطي لا شوية زريع موسيقى 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 ما عدلك نوحى علينا وجيد ترى حالات أهل الهوى بالوصال أنسى بقوقك هم وجروح وهال ما عدلك نوحى علينا وجيد ترى حالات أهل الهوى بالوصال أنسى بقوقك هم وجروح وهال ما عدلك نوحى علينا وجيد ترى حالات أهل الهوى بالوصال 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 كبير طبعا أبونا كلنا تعاونت في بداياتك أو خنقول في أول عمل لك مع الشاعر الغنائي أحمد الشرقاوي في عمل السلام لله شوان كان هذا التعاون تعاون هذا كان في تكليف من وزارة الإعلام سواء المرحوم عمي وكتب بكلامه أستاذ أحمد الشرقاوي أنا غنيت بشكل يماني خفيف الذوق اليديد الموجود حق سمرات حق زلسات خاصة كان جدا حلو جميل وايد جميل نعم يعني كان عمل يمكن مر عليه وقت طويل لكن باقي بالذاكرة وصراحة أبدعت فيه كان فعلا انطلاقة جميلة وانطلاقة بس حاليا مع وجود النجوم الشباب والأصوات الفنية الكثيرة شون تشوف المنافسة بينكم كفنانين شباب والله منافسة ما أشوف فينا نفسها منافسة الحين اليوم الموجودين كلنا الموجودين كل واحد يحاول يقدم لون وشكل خاص فيه فيه فنانين ناجحين من الدرجة الأولى اليوم بالساحة الفنية سواء يعني من اللي اسبقونا بجيلنا والحاليين اللي هم إحنا كلهم لهم أعمال جميلة وأشياء جميلة يقدمونها ما في شك منافسة للأجمل المنافسة للأجمل طبعاً بدنا نعرف منك أمتى شنو اللون اللي تفضله أكثر شي والله أنا أكثر شي أفضل اللون الكلاسيك أحب اللون هذا هالشي متأثر من الوالد ولا منك لا والله يعني كلاسيك أنا غلط في أغاني الهادية الأغاني الشتوية بس أغني كل شي وأحب يعني أسمع أغاني وبعدين على قولتهم هو على المود اليوم مودي حلو والجو حلو أغاني رومانسي باطر بحفلة أغاني سريع فاترياً صحيح في أي مجال يمكن بالفن وغير الفن يعني الكل يتفق أن الإنسان لازم يبدع ويتميز علشان يكون مختلف ويقدم شي حلو وجميل ويطور من نفسه هل في خطة لمشوار خالد رويشد حاطلك خطة معينة تمشي عليها أكيد حاط خطة أمشي عليها في بداياتي كان لازم أمشي على الرتم والرتم هذا كان أني بالبداية أتعلم من الجلسات الخاصة من السمرات من الحفلات أكسب خبرة من الموسيقيين اللي معي وبنفس الوقت كنت في الستيديو أقعد مع أساتذة كبار دكاترة أمثال الدكتور نحني بعد واحد منهم الدكتور بساب بلوشي والإخوان ما قصروا معاي كنا نجتمع عند أخوي الملحن محمد البعيجان دائما في الستيديو وما يبخل الله محمد معانا بأي شيء وجميع الفنانين الموجودين يعني ما شاء الله كم كبير من الشباب ومن الكبار كل هم يوني فنكتسب منهم خبرة هذه بدايتي وبعدين عاد بدينا نأخذ أغاني من الشعراء والملحنين ونحاول اللحن ولحنه والحمد لله إن شاء الله نكمل بالمسيرة إن شاء الله لنتمتلك مقومات الفنان الناجح صارح طول عمرك يا الله يعزك ودنا نسمع شاي الحين يلا وليهمتش حاضر شنو بتسمعنا نسمعتش للصبر آخر يلا صبر آخر الراحل عبد الكريم عبد الغادر عافك الخاطر خلاص سيئة يغاني الجميلة صراحة والجمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى روح بطريق ولا بطريق روح بطريق ولا بطريق خلي على جرح العتيد خطار خلي على جرح العتيد خطار خلي على جرح العتيد خطار سرتانا حديث الناس دلكر يوم يوم سرتانا حديث الناس ومن منها منك يا أعز الناس اشتركوا في القناة 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 ما لزني بعدك اشتركوا في القناة 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 معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي عرفها وبخصى أنا والصبر صرنا خلصها ما نختلف مهما جرى ونبقى سوى اثنين الوقت علمني السكوت وحيا وانا كل يوم اموت علمني اخفي ضيقتي وانو ما تسمع لي صوت جرح يدواه عندي وانطحت ارد بدي وان ما قدرت اليوم باشر يجيك ردي فكان الكلام ما شاء الله مواهب شعرية بعد لا اله لا وانا هذا طبعا أكيد بس الالقاء تأثرنا والله كان يعني كلام أثر فيني أنا شخصيا يعني وطلع عمل حلو وغنت أستاذ أحلام طريقة جدا جميلة ووزعه بشكل وايد جميل وصراحة عمل أنا يعني وايد فخور فيه فعلا كان عمل جميل والكل اللي شاهد المسلسل أكيد حسب الغنية كانت توصف سيناريو المسلسل الكامل بس إحنا ما اتفقنا على كذي صح زينب أكيد ما اتفقنا يخشي على النشاي كي شي مخشوش يعني كي شي اليوم المكشوف في ليالي الكويت حاضرين فعلا أخذ محاجينة كا ترى عنده غنية حلوة ولا راهو راضي غنيها ولا راضي بيعها خاشها خاشها ما دي على أي غنية يتكلم بس عندي أغاني بعد مو غنية شكرا فهد منويصر شكرا ونعم والله فهد منويصر صديق عزيز ليش خاشها أنا بنعرف ليش عندي أغاني خاشها مو خاشها قال عنده غنية شوفي مو خاشها لا لا مو كي ديمقراطي يعني لا لا أقول لك عندي أغاني موجودة صحيح لكن أنتظر الوقت المناسب لا أكثر بس يقولون حلوة إن شاء الله حلوة يعني ما تمعنا شوي عشانها أفلو فالته شوي حاضر يستاهلون مشاهدين صح؟ أكيد كرد كرد IPS اذا فقد حساتك أنا من وين اجيب حساس تلبح فيني أنفاس تغلظني مبين الناس يا غايب شن هي عذارك تراها حلة ديارك انا يا غايب شن هي عذارك تراها حلة ديارك ابو الونا تسموني ونلي بالهوى جارك تراها حلة ديارك تراها حلة ديارك سفيدا يا غايب شن هي عذارك طبعا بالنسبة للتلحين يعني في بعض الموسيقيين دائما عندهم إحساس مثلا بالكلمة تختلف عن الآخرين هل هناك في مشكلة يعني بالنصوص نفسها ولا هو كل واحد يختلف بذوقها؟ لا والله النصوص موجودة لكن الأسلوب تغير الأسلوب تغير في مشعراء واكبة والأسلوب الجديد اليوم أكثر الفئة اللي تسمع الأغاني اليوم فئة الشباب الصغار يعني من عمر 17-16 إلى 25-30 هذه الدنيا اختلفت والكلام حتى لغة الحوار وغة الكلام بين الشباب اختلف فاليوم في بعض الشعراء يقدروا يأخذون ينتقون كلمات من الأسلوب الجديد في الخطاب وسمعونا بشكل حلو سمعنا بكذا شكل من كذا فنان لكن موجودين صحيح قلة لكن موجودين يعني دائما يتهمون المطربين الشباب أن أغانيهم ما فيها أمق وهذا عكس اللي سمعناه قبل شوي يعني لو ما لتويتر مساعة صديقك فهد لنويصر لو ما قال لنا عنها الغنية فعلا فيها أمق وجميلة وانت قلت لنا قبل شوي أنها مغنية واحدة عندك كثير من الأغاني ليش ما تحاول توثقها ما حاولت تغنيها توثقها أو الحين صار سهل أننا حتى تنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي لكن اليوم تكلفة تسجيل الأغاني صارت مكلفة وإحنا كفنانين شباب في بداياتنا نجمع مني ومني فلوس ونسوي غنية اليوم الانتاج غل صار معدود فالفنان يحاول يشتهد من نفسه وهذا شيء مكلف صراحة ويأخذ وقت ما أقدر أسجل كل شيء عندي وفيه أشياء اليوم يعني فيه أغاني مكبلها لازم أصوات تغنيها فيه أغاني جملة خفيفة توصل للكل نقدر نغنيها ونقدر نسجلها بشكل أسرع طبعا نفسك قاعد تشوف الحين مع سوشيل ميديا وكثرة السوشيل ميديا اللي موجودة الفنان أو المطرب قام ينزل الأغنية مثلا على يوتيوب هم يمكن ما يكون مداقق وايد على الصوت أو اللحن أو الشكل كبرى بس أنه صار موضوع أسهل أن أنزل بيوتيوب صح أنزل بيوتيوب بس أنزل على أغنية كلها على الكيبورد شكلها مو حلو حلو أنا عن نفسي مو مقتنع في بعض الناس صحيح أنجحت معهم الأغاني وعلى السوشيل ميديا في اليوتيوب وغيرها إنجحت معهم لكن أنا بنفسي مو متغبل فكرة أن أسجل الغنية كلها على الكيبورد بحلات الآلة الحية نسمعها والتوزيع يكون جميل بالعكس تعطي عمقه وتعطي جمالية للغنية وهذا اللي نسعاله فإن شاء الله شوي شوي نقدر نسمع أغاني جميلة بالعكس السوشيل ميديا اليوم مو مفيد صحيح مع التكنولوجيا أكيد قاعد توصل وتسمع رأي الجمهور وتتواصل مع الجمهور ولكن من خلال الشاشة اليوم نبي نسمعها مشاهديني يابو شو نودك تسمعنا نسمعكم نية حلواء وكل شيء منك حلو الليلة لو عدي أنت نجمنا الليلة أي طب أي معزاب أكبر وانت خلت فيها شيء وانت خلت فيها شيء أي معزاب اللي بدأت الغر plat المعزاب ضعت ضاعت وش بقى يا روح خلني ساكت 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 لا تنبش جروحي للنا لا تنبش جروحي و أي معزام علمني الوضع علمني علم أعبر فوق جرحي وتبسل علمني الوضع علمني علم أعبر فوق جروحي وتبسل وبنادد وبنادد فبنادددددددددك ماذا سفرهم ما تعلم لو تصير نهر جاري ما تراجع عن غرام لو تصير نهر جاري نهر جاري ما تراجع عن قراري ما تراجع عن قراري بقات كلمة بقات كلمة اقول هوباس اقول هوباس لليوم غير لمس غير بقات كلمة بقات كلمة اقول هوباس اقول هوباس اقول هوباس لليوم غير غير لمس غير اعم المعظام وات وشهك يا أبو وخلي ساك 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 لا تنبطي شجروحي ما بين الله لا لا تنفيش جروحي واي معزة غنيتها بإحساس من الأغاني اللي قريبة على قلوب الكل وأنا أحبها يعني تربيت علىها طبعاً ودي أرد شوي على موضوع لما كنا قد نتكلم عن السوشيال ميديا لأن توقع هذا الواقع واللي حالياً قاعد يصير أن المعظم الأشياء والأغاني قاعد تنزل بسوشيال ميديا لاحظنا أيضاً أن معظمهم ينزلون نغنية سنجل وبس يثبتون على هذا الشي تشلنا راح موضوع أن نصمم نسوي ألبوم كامل تحس أننا الآن خلاص راح وقت موضوع الألبوم ولا لا ما راح وقت الألبوم بس اليوم الوقت طار ريج عشان أنا أسوي ألبوم في عشر أغاني ما في وقت الواحد يسمع عشر أغاني اليوم مشوار الواحد كله عشر دقائق في السيارة الخمسة منهم يتحدثون بالتريفون والخمسة الثانية يسمع الأغنية صعبة اليوم نسمع أغاني طويلة وصعبة بنفس وقت يسمع ألبوم كامل اليوم بعض النجوم الكبار صحيح لا زالوا نجلون ألبومات وكذا لكن الشباب اللي فيدهم اليوم أغنية السنقل اللي لها موسم ووقت وبعدين عاد رد الشعاد شغليدي لأن الدنيا قامت تصير سريعة واليوم الكم صار هائل يعني ما شاء الله فنانين من كل صوب أغاني باليوم تنزل عشرين أغنية صحيح يعني الواحد يركز ويسوي ألبوم صحيح وقعت شو في قابلية للمني ألبوم من الجمهور طبعا طبعا مع وجود المنصات؟ مع وجود المنصات اليوم المني ألبوم عبارة عن أربع خمس أغاني بالكثير أو من ثلاث إلى خمس أغاني فالواحد يسويهم ويتعب عليهم ويقدمهم بشكل جميل بالعكس راح يلاقون صدا أكثر إن شاء الله نشوف لك من ألبوم قريب إن شاء الله إن شاء الله وتسعد فيه جمهورك راح يشير على برنامجكم بعد إن شاء الله اشتركوا في القناة موسيقى ذكّرتنا معهيد الأحباب حين هبت من فوق تلك الرواضي نسمات كأنها نفس العاشق يفو يفو إلى مغالب تصابي كلما رجعت تناوح غسن ورغمت في الروضة المخصاب ها جايرنان والضيور فناحت لوحبان ورد ورد راضي يا الشاي للضبي بين يديك يا الشاي للضبي بين يديك يستاهل الربي من جانا بلهون بلهون يا رضي بلهون بلهون يا رضي ماضيك ضبير فلاحان بلهون بلهون يا رضي بلهون بلهون يا رضي بلهون بلهون يا رضي ماضيك ضبير فلاحان غزالك ارتاح مراي غزالك ارتاح مراي يا بي على الصدر مقيالا يا بي على الصدر مقيالا غزالك ارتاح مراعي يبي على الصدري بك يا لك يا شاهد الطبي بني فيك يا شاهد الطبي بني فيك يستاهد الطبي من شانا بالهون بالهون يا مغني بالهون بالهون يا مغني معطيك ضبي الفلاحانا 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 الشوكلة بالهون الضواما الشوكلة بالهون طاوي والنفس لك ضب ميالك والنفس لك ضب ميالك والنفس لك ضب ميالك يا شاهد الضبيبيني ديك لستاهد الضبيب تشال بالهون بالهون يا بغوين بالهون بالهون يا بغوين ماضيك ضبيب فلاحانا ماضيك ضبيب فلاحانا يا شاهد الضبيبيني ديك شاهد الضبيبيني ديك لستاهد الضبيب تشال بالهون بالهون يا بغوين بالهون بالهون يا بغوين ماضيك ضبيب فلاحانا ماضيك ضبيب فلاحانا بغوينك ضبيب فلاحانا نحن نتحدث عن المشاركات في البرامج المواهب طبعا نحن قالين أن حضرتك فنان قدير لك تمتلك موهبة فنية تنافسها أبناء جيلك ما فكرت أنك تشارك بأحدى هالبرامج؟ لا 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 أفكر مع أن في الناس ممكن يدشون فيها على أن تعطيهم شهرة أكثر أو انتشار أكثر للفنان نفسه أنا والله ضد البرامج شهرة من غير عمل ما منها فايدة بالنسبة لي قد تكون فادة بعض المطربين نعم قد تكون فادة بالساحة الفنية ممكن لكن أنا بالنسبة لي ما أشوفها تناسبني ما تناسب خالب ما تناسبك خالب بس السامرية اللي قبل كانت خيال صراحة يعني فعلا ما يصر ليالي لكويت يوم الخميس بدون سامرية مثل عروس لكويت ما تصر بدون سامرية يسلم صوتك بس الحين قاعد نشوف يعني البركة فيكم الفنانين والشباب قاعدين ترجعون الأغاني القديمة اللي يمكن الحين صار جيل الشباب ما يسمعها الناس الحين قامت ميل للأغنية السريعة اللي رتمها سريع ولو كان طبقة صوت هذا الفنان ما تناسب لأغنية السريعة فشون رأيك في هالموضوع ممكن تغني غنية سريعة حتى لو ما كانت تتناسب طبقة صوت خالد رويشد لا ما رح أغني شيء لا أنا بيعني موافقني وأنا حس أنه أقدر أقدم فيه شيء وأكون راضي عنه لكن بعض الفنانين تجرب نعم أجرب لكن إذا شفتها ما يصلح لي ما رح أنزله نزل قعد ما أكرره لكن هي تجربة تجارب عشان نتعلم نحن اليوم بيوم نتعلم فممكن أغني شيء أنا شوفه ما يلوق لي بس يمكن الملحن شوفه يلوق لي أو يقدر يطلع مني شيء أنا ما كنت أعرفه يعني سيان والمشكلة بعد طبقة الصوت يعني قاعد نشوف أنها تنتشر الأغنية بس طبقة الصوت مو مناسبة للرتم السريع اللي قاعد نسماعه شون يعني هاتل التكنولوجيا ودخول الآلات الحديثة في الموسيقى والتوزيع ممكن تحسن من الصوت نفسه شوفه ما يعني أوكي ممكن تحسن بعض الأشياء لكن عيب صوت ثاني وحطه وأقول هذا صوتي ما يستطل بس تحسن نعم تحسن التكنولوجيا اللي ديد اليوم موجودة تصفي الصوت وتنقي قد يكون بعض الركوزات خاطئة فالرحة صحيح لكن ما أقدر أعطي صوت ثاني أعطي أقول والله هذا أحد صوت آخر لشخص آخر طبعا هالأيام قاعد نشوف وايد بالأعراس أنه ما شاء الله فنانين كبار قاموا يقدمون بالأعراس وصايرت أنه مجال أكبر بالأعراس أن الفنانين يروحون ويقدمون أغانيهم ولو هي أغانيهم إهمة والأغاني مختلفة متنوعة شنو رأيك بهالشي فنانين مو اليوم مو من اليوم يغنون للأعراس فنانين يغنون من أيام القدامة في الأعراس ولازالوا فنانين الكبار اليوم يغنون ويحيون الأعراس الكل يشتغل بهالمجال هذا وهو مجال جميل وبالعكس يفرح قلوب الناس ويخلين أقراب منهم هذا شيء وايد جميل هل ممكن نشوفك تقدم من زين حق أعراس؟ أنا أشتغل بالفعل أشتغل أعراس بالأعراس موجود والسمرات موجود والتلفزيون موجود ومعاكم موجود طول أمرك يعني اليوم خميس ونحن نطول ونمد الحلقة أكثر مستمتعين وأكيد مشاهدينا مستمتعين معنا في الليلة الحلوة مع النجم خالد رويشد خالد من الأصوات النسائية الموجودة على الساحة الفنية كثيرة جدا من أودك تغني معه نشوف لدويتهوات وايد صحيح دويتهو نسائي مع رجال أو حتى رجال مع رجال ومؤخرا مثل غنيات أصالة مع أسماء المنور كانت دويتهو نسائي وهذه من الأشياء النادرة صحيح ودك أن يكون فيها دويته وايد بس يعني يمكن يكون من خلال برنامجنا لا بالعكس وايد وايد يعني كلهم من تحسي ناس بطبقة صوت خالد أنا ممكن شرين يعني من الناس اللي أحب شرين أحب صوتها أحب أداءها أحب الأغاني والأسلوب اللي تختار يعني فيه وايدة أنا ما أحب أذكر أسماء عشان ما أزعل أحد بس كلهم أنا أحبهم يعني اليوم الموجودين بالساحة تتقن اللحجة المصرية لو بتغني مع أسرين تتقنها اللحجة المصرية تتقنها اللحجة بالغناء ممكن نرى أفلام لي نشوفها أكيد جميلة أكيد تتكلم ذلوقتي ولا هل أخبطك لو تكلم لا لا أكلمني جايما أنت عايزة أنا معاك نعم في كل فترة نشوف فعاليات وحفلات غنائية تجمع الشباب وتجمع يعني أسماء من الشباب اللي الناس ودها تشوفها على المسرح سواء في المهرجانات أو في الحفلات الوطنية أو في الحفلات حتى خارج الكويت ما نشوف اسم خالد موجود هل أنت ممتنع ولا ما توجهت لك الدعوة لا ما لي ممتنع أنا موجود بدا طول بس راح ألبي وجهت لي دعوة أكثر من مرة لكن الظروف حالة أنها تصير هذه الحفلات بالعكس أنا موجود وشرفني أشتغل مع أي منتج لكن السؤال يتوجه للمنتجين أنا فنان طبعا الحين باقي لنا عشر دقائق للأسف على برنامج ليالي الكويت شنو ودك تسمعنا أغنية أخيرة أغنية نسمعكم قادري شرايكوا نحن لم أعطي يوم بسرعة موسيقى ومستجيء بلداي جب دعوتي من سواي واش في جميع وجاير يا بردداي يا رحمة وغفر لعبد الولم ان الخطايا يسكي في حب ساكن يتلي طهشة في عني يا رحمة مستجيء بلداي في بداوتي بزراعي واش في جميع وجاير يا مرتدا يا رحمة موسيقى 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 ونورتنا وأسعتنا بهالليلة الطربية الجميلة وأسعت جمهورك اللي تابعنا من شاشة تلفزيون دولة الكويت وصلنا مشاهديننا إلى حلقة الختام وبسرعة مشى الوقت مثل ما قالت زينب الوقت الحلو دائما يمر بسرعة وخاصة ليلة الخميس ومعاك نجمنا الفنان خالد رويشد كانت سهرة جميلة بصوتك الجميل وباختياراتك الراقية والتنويع التوليفة بالأغاني كانت جدا جميلة أسعتنا وأمتعتنا وشرفتنا في ليالي الكويت مشاهديننا بشذي وصلنا ليل ختام وقبل الختام ودنا نسمع شيء بصوتك نترككم مشاهديننا نقول لكم تصبحون على خير ويكن سعيد عليكم ونترككم في أغنية على ذوقك الفنانة خالد رويشد تصبحون على خير تصبحون على خير ويشترككم في أغنية تصبحون على خير تصبحون على خير تصبحون على خير تصبحون على خير كثير اللي خول ويعني لو تخونيني انا اذنك وش ضيعة شعوري وطيبني لعبتها معايا صح عرفتي كيف تنهيني عرفتي للاسف وش لو ابدأ في نهاياتي دعلي وحسبي وياك بكم مراج راح ديني وربي ما عرف تنته وين وين راحا عمري قلت يا روح بصد اوصيل حبيلي ترامهي في الكوان وحكي جا طموحا كثير اللي يقول الوش ويعني لو تقوليني انا ادري وش ضيعة شعوري وطيبني لعبتها معايا صح عرفتي كيف تنهيني يا عرفي للاسف وش لو ابدأ في نهاياتي موسيقى زمينة محقا على نفسي موسيقى وكل النكوة حاشتيني صحيته صار من حقي هراجع في حسابك اذا بهتروحنا في كار جديد وناديتيني وفاتي وفعي الكباتي موسيقى موسيقى كثير اللي يقول الوش ويعني لو تقوليني انا ادري وش ضيعة شعوري وطيبني لعبتها معايا صح موسيقى عرفتي كيف تنهيني عرفتي للاسف وش لو ابدأ في نهاياتي موسيقى 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 أبدأ من عياتي كثير اللي يقولي الورد ويعني لو تقولي لي يا نادي وش لا يعرف شعوري وطبني يا نادي لعبتها معايا صح أعرفتي كيف تنهيني أعرفتي لأسف وش لا أبدأ في رهاية